حيانا في عدد كبير من المحاول في كلمة الرئيس رغم انها كانت كلمة قصيرة يمكن يهمني عرف رأي حضرتك ايضا في المسألة اللي اسألت فيها الدكتور عمر المتعلقة بالعلاقات الصينية العربية لانه الرئيس السيسي تكلم عنها وقال انه العلاقات العربية الصينية شهدت طفرة منذ عقد المنتدى الاول في مايو 2017 والتوجه في الصين ناحية بعض الدول العربية او بعض التجمعات يمكن الدكتور عمر يذكر تجمع دول الخليج او الشمال الافريقي مسألة معايير او اشياء معينة مثل الدول المفطية الدول التي بيعها كثافة سكانية فرص وعيدة للاستثمار او التنمية رأي حضرتك في العلاقات الصينية العربية علاقات مهمة جدا وتطورت كثيرا وحتى الدول الخليجية لمفاجئة حضرتك انه الان تسعى الى الاحتزاء بالتجربة الصينية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات متنهية الصغر مشروعات مهمة للمناطق الريفية سواء او المناطق البسيطة سواء هنا او في الدول الخليجية لانها تقوم على تنمية رائعة وهو مثل يحتاز وتجربة مهمة للصين وبالتالي العالم العربي يسعى الى تعاون مع الصين وقد ذكر الرئيس السيسي في كلماته المنطقة في المنتدى بان مصر تسعى الى زيادة العلاقات التجارية والاستثمارات بين مصر والصين والتبادل التجاري غير النفطية المنتجات غير النفطية لان منتجات النفطية فعلا بتعلي الارقام رائعة ولكن نحن نسعى الى تكنولوجيا حقيقية في النقل في بناء السفن في بناء القطارات في صناعة القطارات في بناء الطرق كلمة عن تبدو الشامل مش مقتصر على قطاع معين بالزبط والعالم العربي يتطلع الى تعاون مع الصين ويعني اقول لحضرتك بامر مهم ان الصين تطلعت الى التعاون مع العالم العربي عام 2000 واوفدت مندوبا لجامعة الدول العربية ولم تجد حتى نكون منصفين لم تجد ازانا صاغية او يدا ممدودة في مقابل يد الصين ثم اسست لمنتدى الصين العربي في 2004 ولم تكن ايضا مصر لم تعطي الاهتمام الكافي او المستحق للصين وانا اعتبر ذلك ضمن الفرص الضائعة الهائلة على مصر في ذلك التوقيت كانت الصين تذهب بسرعة الساروخ الى التنمية وانها تكون دولة عظمى ولم ننتبه في العالم العربي ولا في مصر في عام 2004 ولكن الان ومن عام 2014 وحجم الزيارات المتبادلة العلاقات بين الزعيمين وهذه الاراضة السياسية لها دور ايضا في تنمية العلاقات ان هناك رغبة وارادة سياسية بين زعيمين صديقان ولكن اقوياء وبالتالي الصين يريد ان يضع يده في يد صديق قوي وليس صديق فقط يمكن في محاور اخرى في كلمة الرئيس هاتناش مع حضرتك فيها لكن في البداية نستثمر الوقت مع حضرتك في موضوع العلاقات الثقافية لان ده محور مهم حضرتك قلتلي انك معني به ومهتم به جدا وامتبع جيد ليه وانه العلاقات المصرية الصينية مش بس علاقات اقتصادية وتجارية لكن هناك ايضا محور هام هو المحور الثقافي الاكاديمي التدريبي هامية هذا المحور تحديدا لانه المحور ينعكس ايضا على علاقات التجارية بالمناسبة ده محور مهم جدا وانا الحقيقة متابع لهذا الامر بشأن تخصصي ان انا دكتور في الادارة وفي التفكير الاستراتيجي تحديدا لا مهم جدا ولاحظنا وذكر برضو ليه الاصدقاء في الصين انهم انتبهوا الى ان مصر طلبت عند اعداد زيارة الرئيس السيسي الى الصين ان تكون هناك زيارة من ضمن زيارات الرئيس من جدول الاعمال الى الاكاديمية الوطنية الصينية للتدريب وده لفت انتباههم لانه لم يطلب من رؤساء دول في الصابق ابدا ولكن هي كانت رؤية استراتيجية للرئيس السيسي لبناء الانسان المصري والشاب المصري والشابة المصرية فكان يذهب الى هذه الاكاديمية لتخريج العقول الجديدة الوطنية المنفتحة على الادارة الحديثة وبالتالي الثقافة وجدنا انها مهمة حتى حينما اعلن الرئيس سي جنبينجو الرئيس السيسي عاما ثقافيا مصريا صينيا فاساسنا لمنتدى الحوار المصر الصيني بين مصريين من الجانب المصري من المفكرين المعنيين بالشأن الصيني والوطنيين جدا لنخدم بلدنا وهي مسألة تطوعية في نشر الثقافة الصينية والوعي وربط الثقافة المصرية بالثقافة الصينية ويؤكد الجانب الصيني على اهمية لقاء الحضارات بين مصر والصين وهذا ايضا ما اكده السفير الصيني ليه عدة مرات وقال ليه ان الصين حضارة عريقة الاقدم في التاريخ ومصر حضارة عريقة الاقدم في التاريخ واننا سويا يمكن ان نفعل الكثير هذا الرهان على الثقافة يقوي العلاقات يزدها ترسيخا ويجعل التنمية سهلة والقرارات الاقتصادية والسياسية اكثر يسرا وبالتالي يدعم العلاقات المصرية الصينية والصين تدعم مصر في المحافلة الدولية بالكامل في القرارات العادلة وهي من اول الناس اللي ايدت ثورة يونيو لمصر وايدت اختيار الشعب المصري وهذا شيء مهم وده ثقافة التعاون الثقافي والاجتماعي الفنون والصين دولة متقدمة جدا في الفنون وهيجب ان نقوم بترجمة اعمالهم لنعلم ونبصر الشعب المصري بالثقافة الصينية والحضارة الصينية العريقة